السلام عليكم و السلام عليكم معنا بمي لوفلي تويز اليوم معنا نابة كثير حلوة نابة حصان للباربي و معنا هي كمان العروسة هي مقاس ستيسي خلونا هلأ نفتحها و نشوفها مع بعض مثل ما شايفين هون متوفر في منصبي بس انا ملقيت غير البنات هلأ هنفتحها و نتعرف عليها مع بعض ماسو تحطو لنا لايك للفيديو شعر نستمر بنشر الالعاب اول شي حنشوف العروسة الي جاي معنا اول شي حنشوف البنوتة الي جاي مع اللعبة لابسة ملابس طبعا فروسية كثير كثير حلوين من هون لون فوشياء من هون في الى كمان اطعب اللون الزهري من هون ابيض اللعبسة كمان بانطلون و نو ازرع و الجزمة نونا فوشياء طبعا اللعبة بنقدر نشلحها الحزاء و الحلو فيها كمان انو ركبتها ميتو موف نقدر نحلوكها مثل ما بدنا بس ايدا بس نقدر نحرك لها هاي بس مفصل عادي بس فيها كل المفاصل فيها تحرك كتفة كوعة و معصمة طبعا كمان تحرك رأسه هنشلحها كمان الخوزة بشان نشوفوا الشام نيح تسريح الشعره كتير حلوة لون شعره بني منتل ما علتلكم خبرتكم هاي لابة مع ستيسي هتكون هاي اللعبة صديقة ستيسي ممكن كمان تستعار ملابسه سنت المشايفين شعراتها هاي بني اول مرة بصير عندي لعبة بحجم ستيسي شعراتها بني عن جد كتير حبيته هلأ صاروة نجرب له الحصان تبعه شوف كيف بيطلع عليها خلي ستيسي هون حالبسها الخوزة بس مشان نحطها على الحصان تبعه هلأ حوقفها هون بس بما نشوف الحصان بعدها نركب عليه هاي الحصان اللي جاي معها عن جد كتير كتير حلو تفاصيله كتير دقيقة وحلوة ترمو شايفين هون كأنه مرسوم عليه شعر كتير تفاصيله دقيقة كمان حاطين له سرج مشان تقدر اللعبة تركب عليه حتى من هون في اطعام شان ندخل لها رجلة وما توقع كتير مشايفين تفاصيله كتير حلوة من هون السرج شلون عاملينه قطع قطاع يعني ممكن له قطع وحدة كان عندي حصان قبل هالمرة السرج تبعه كان كله قطع وحدة خاصة من هون طبعا السرج بنقدر نفكله يا كتير مشايفين من هون تفك هذول قطع وهي كمان اطعام نقدر نفكه هنرجع له يام شان قاعد البنوتة عليه كمان في هون قطعام شان ندخل لها يديها للعبة متل منو شايفين تفاصيل كتير حلوة اللي عليه من هون قلو شعر ومن هون ولونه كتير كتير حلو عن جد عيونه كمان حلوة متل كأنه حقيقية حتى الرجلين متل منو شايفين التفاصيل اللي فيه عن جد كتير 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 حلوة متقنة هلأ سعى الوقت نجرب نركب لعبتنا اليوم على حصان طبعها متل منو شايفين بس شوي رجليها طراية بتحركوا هيك بسرعة نقعدها هي ندخل لها رجليها هاي القطع اللي هون الطرف التاني كمان نمسكها ياه من هون وهيك لعبتنا اليوم صار فيها تركب على الحصان طبعها وتمارس هو عيدها بالفروسية عن جد كتير كتير حلو شو رايك نورا؟ كتير كتير حلو ممكن نلعب فيها انه حساس راكبه عليك كان تكون صديقة ستيسي جايل عندها عن حديقة نعم تلعب بالحصان طبعه مرحبا يا ستيسي ما تريدين اركوب؟ نعم نعم انا عشق الاحصنة هل هنزفو تركبين عندما عنزل مرحبا بعد مرحبا مرحبا عشق الاحصان مرحبا مرحبا بقيا لا تقف مرحبا لا تقف الاحصنة أنا أستمتع مع حصاني رجوكي 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 دائمي أركب قليلا فقط قليلا قليلا بعد يا استيسي قليلا بعد لقد مدت ساعتان من نؤوية تقول لي هذه الكلمة قليلا بعد قليلا بعد إنه حزانة تركبه متى شاءت انت تستحقين سوف أركب الأنا هل توري؟ هيا حزاني هيا 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 متى توقعوني؟ عندما تشملتين بيغبتك هذا ما يحصل لي اه لا اشمد بأحد بعد الآن لا عليك سوف أذهب واحدا للحصان أنت العيمة أنت وحصانك لا معلولي أنا عكب يا ظهري لقد كسر ظهري بهذه الوقع أنت محظوظة لماذا أبني حصانك إنه يحبني لأنني صاحبته صاحبته إذن سوف أريك أنت وإياه شكرا لكم مقدمة وهي كانت لعبتنا اليوم ممنى تكون عجبتكم لا نسوا تضعوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم ومرنا نصوصونا المئة ألف بسرعة صفيان يمكن أربعة ألاف شكرا لكم مقدمة ومنسوا تتابعونا ودائما تشوفوا حلقات تمثليات للباربي وفتح ألعاب شكرا للمتابعة والسلام عليكم مرحبا يا أصدقائي فيديو اليوم سوف أريكم ماذا أضع في حقيبتي أنت بتعرفون نحن البنات نحتاج لكثير من أغراض عندما نخرج من المنزل والآن سوف نبدأ بأول شيء أضعه في الحقيبة يجب أن يكون دائما دائما موجود أول شيء أضعه في الحقيبة طبعا جوالي ولا أستغني عنه أبدا ويكون معي دائما عندما أخرج من المنزل الموبايل شيء ضروري جدا ولا أستطيع الاستغناء عنه في الحقيبة فهي أيضا شيء مهم جدا مثل الجوال لاستطيع الذهاب إلى الخارج بدون محفظتي والآن سوف نرى ماذا يوجد أيضا في الحقيبة أيضا أضع نظاراتي الشمسية في الحقيبة في حال خرجت من المنزل في النهار والآن سوف نرى ماذا يوجد أيضا أيضا أضع زجاجة ثلاثة المفضلة عندي وأيضا أضع مشت لشعري أو فشة لحافظ على المظهري أيضا أضع ساعتي في حال نفس الشحن الجوالي لكي أظل على اطلاع على الوقت دائما أيضا أضع أكسسوار غالبا في حقيبتي أيضا أضع بعض المكياجات في حقيبتي عندي قلم الروج هذا لونه زهري لوني المفضل وآخر شيء أضعه في الحقيبة هو البودرة للخدود مع هذه الفرشة وهذه كانت أساسيات حقيبتي أرجو أن تنال إعجابكم أخبروني أنتم أيضا ماذا تطعون في حقيبتكم أرجو أن ننال فيديو عجابكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والسلام عليكم إلى اللقاء يا أصدقائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر